السلام عليكم عمر معاكم هنا كل عام ونتوا بخير ولكل المسلمين حول العالم نقول لهم رمضان مبارك لكم ولمن تحبوا زي ما تعودتوا كل أحد نجيكم بهم الأخبار من والستريت ومن حول العالم 99% من الأخبار غير مجدية غير مفيدة حلقة اليوم هنتكلم عن ماذا حدث بالنسبة للأسواق الأمريكية الأسبوع الماضي ماذا ينتظرنا الأسبوع القادم لمجهة نظري أسبوع مهم جدا هنتكلم على التضخم حول العالم وأثره على بعض الرؤساء هنتكلم عن ألين ماسك وطبعا الأسواق الصينية التي تنتعش ونختمها بأسواق العملات الرقمية طبعا هتكون حلقة مهمة مميزة وإن شاء الله خفيفة لكل المستثمريون وقبل ما نبدأ لحب يتعلم أمور الاستثمار الثروات تصنع في هذه الفترة الصعبة كورس متكامل 20 ساعة من المحتوى زودنا فترة الخصومات إلى بعد العيد فالحقوا الفرصة لأن الأسعار سترتفع مرة أخرى ونبدأ حلقة اليوم طبعا نتكلم كده بسرعة عن ماذا حدث بالنسبة للأسواق الأمريكية التي خرجت من مرحلة البير ماركت كانت نازلة 21% ارتفعت هذا الأسبوع الماضي 3% اليوم الأسواق الأمريكية نازلة ما يقارب 18% خمسة أيام متواصلة من الارتفاعات ولكن يوم الجمعة كان بالسلبي والسبب هو أرقام التوظيف بالنسبة للفدرالي اللي طلعوا فيها طبعا أرقام كانت أفضل من المتوقع مما يعني ماذا معناها الاقتصاد التوظيف والوظائف أفضل من المتوقع معناها التضخم ربما يستمر أكثر فالأخبار الإيجابية أحيانا تعتبر أخبار سربيها بالنسبة لأسواق الأسهم لأنه يقول لك أن التضخم ربما يستمر الفدرالي حيرفع الفائدة أكثر لأنه عنده مرحلة يعني التوظيف والبطالة يقدر يرفع الفائدة أكثر ويحاول يحارب التضخم ولكن من النظر الإيجابية ربما يعطيك انطباع أن الركود أصعب أن يكون الركود موجود مع هذه الأرقام التوظيف وخلينا نشوف ولكن كثير من الناس يعني ما كانوا متفاعلين بهذه الأرقام لأنه يقول لك الفدرالي الآن حيرفع ربما 75 نقطة ولكن اللي قرأ الـ FOMC Minutes كثير من الأعضاء وتقريبا كل الأعضاء إلا شخص واحد كانوا يتكلموا أنه حيرتفع الفائدة 75 نقطة خلينا نشوف ماذا ينتظرونه ولكن أقدر أقول لكم أن الوضع التوظيف في أمريكا ما زال متماسك وما زال جيد وهذا اللي طلع فيه تقرير التوظيف لو نشوف القطاعات وأقدر أقول لكم جميع القطاعات التي تعتمد على الاستهلاك بالنسبة للمواطن كانت على ارتفاع التكنولوجي المنتجات الاستهلاكية الغير إلزامية الـ Consumer Services زي جوجل فيسبوك نتفلكس وغيرها كانت كلها على ارتفاع أي شيء لي دخل بالغاز الطبيعي النفط الكهرباء كانت على نزول وكان يعني أقدر أقول لكم أسبوع ارتدت الأسواق الأمريكية الـ S&P 3% لو نشوف الهيتماب بالنسبة للأسواق كلها كانت تقريبا بالإيجابي كثير من شركات زي أمازون تسلا جوجل تقريبا كل القطاعات التي تعتمد على المواطن وصرف المواطن كانت على الأمور الإيجابية أما الأشياء التي تعتمد على المصاريف الحكومية زي مثلا شركات الأسلحة وغيرها كانت بنزول شركات الكهرباء على نزول شركات النفط على نزول ولكن يعني من وجهة نظري فيه تفاعل أكثر من اللازم بالنسبة للصرف المواطن لأنه الأسبوع القادم زي ما قلت أو أسبوع اللي هو حنخش فيه من الأسابيع المهمة جدا في مجال الاستثمار ويخيفني هذا الأسبوع ليش يخيفني لأنه فيه شيئين رئيسيا فيه تقرير التضخم اللي يطلع يوم الأربعاء لشهر جون وكثير من الناس متخوفين أنه يطلع أعلى من 8.6 يا ساتر يطلع أكثر من التقرير الماضي هذا شيء مرعب من وجهة نظري لن تتقبل هذا الخبر الأخبار ولن يتقبل الفدرالي هذا الخبر فحيصير فيه يعني مشاكل كبيرة غير كده تطلع شركة بيبسي يوم الأربعاء وبداية الربع الثاني بالنسبة للشركات الأمريكية طبعا البنوك يوم الخميس تطلع بقوائمها المالية نبغى نشوف وضع البنوك نبغى نشوف وضع الشركات وطبعا الأسبوع اللي بعده هتبدأ تطلع الشركات الميجا كاب زي مايكروسوفت أبل و جوجل وغيرها فحن نتطرق إليها بحلقات كثيرة الأسبوع القادم فنبغى نشوف قبل ما نأكد أي شيء أنه هل هي نقطة تحول بالنسبة للأسواق دائما نقول الهدف الرئيسي نبغى نشوف التضخم على نزول على الأخص الكور سي بي آي يعني لا يوجد فيه النفط ولا المواد الغزائية نبغى نشوف هذا بينزل ونبغى نشوف حتى الـ CPI على نزول أيضا لأنه نقطة مهمة لا يستطيع يعني المواطن أنه يعيش بهذه الأرقام التضخم والفدرالي عليه أنه يحارب التضخم الفدرالي حيخفف شوية في حال شاف التضخم ينزل ودائما نقول التضخم يعني مرتفع بشكل عالي جدا جدا غير كده نبغى نشوف مدى تأثير رفع الفائدة مدى تأثير التضخم على القوائم المالية بالنسبة للشركات الربع القادم هل حنشوف مفاجآت زي ما شفنا هل حنشوف يعني تحسن هل حنشوف نمو من وجهة نظري أنا أقدر أقول لكم أميل أكثر إلى الحذر والتشاعن في الفترة القادمة ولكن ربما أكون خاطئ تكلمنا على التضخم وأثر التضخم وأثر على كثير من الرؤساء بالنسبة للدول طبعا عمران خان أول الضحايا في هذا التضخم العالي الآن الرئيس السريلنكي يواجه صعوبات كبيرة في سريلنكا صارت عليه يعني تقدروا تقولوا ضغوطات كبيرة أدى إلى أنه يستقيل طبعا حنتكلم عن بوريس جونسون بوريس جونسون اللي قرر أنه كمان هو يعني يستقيل من منصبه أو يجبر أنه يستقيل من منصبه بسببه وحنتكلم السبب خلينا نشوف ماذا يحدث في بريطانيا بريطانيا اليوم تعاني بشكل عالي جدا التشاؤم في بريطانيا والشوارع البريطانية من أسوأ ما يكون من أكثر من خمسين سنة يعني في السبعينيات تخيلوا اليوم التكلفة والتضخم عندهم وصل 9.1 الأكثر ما يقارب من يعني الثمانينات تخيلوا دخل المواطن بالنسبة لبريطانيا يعتبر الأسوأ من الجي 20 كونتريز لإيش لأنه التضخم عالي وزيادة الرواتب غير مجدية يعني المواطن في بريطانيا قاعد يخسر ما يقارب 3% من دخله مقارنة بما قبل الجائحة فهذا يوريك أنه قديش الاقتصاد عندهم والمواطنين بيعانوا وبيشتكوا وطبعا ما حد يسمع وأيضا المعروف عن بريطانيا أنه وضعها الديني عالي جدا الديون في بريطانيا تعتبر من أكثر الدول فيها ارتفاع مقارنة بالجي دي بي وماذا يحدث عندما يكون الديني عالي تبدأ الشركات الحكومات لا تستثمر فيها الداخل لا تستثمر فيها البنية التحتية وبالتحديد هذا اللي صار من بعد الجائحة تلاقي مثلا دور بريطانيا الاستثماري مقارنة بدول الجي 7 دول الجي 7 قاعدة تنهض نهضة جيدة بريطانيا بطيئة جدا مقارنة بتلك الدول تغيير كان مهم جدا ولكن نتكلم كده عن الخطأ الرئيسي اللي سواه بوريس جونسون الخطأ الرئيسي أنه في النهاية أنت كرئيس دولة أو يعني برايم مينستر دورك الرئيسي أنه تعمل لصالح الشعب لصالح الوضع الاقتصادي بالنسبة للشعب ما يحرك رئيس دولة أو رئيس هو الاقتصاد الداخلي مثلا ترمب صار عليه هجومات كثيرة وصار عليه مثلا سكاندلس كثيرة ولكن كان الوضع الاقتصادي مميز لذلك ليصعب عليه أنه أحد يقدر يحرك هذا الرجل هذا الرجل ماذا حدث خالف جميع يعني ما يقوله داخل الدولة من ناحية الجائحة من ناحية تعامل مع الجائحة من ناحية اللوكداونز اللي صارت وركز على الإيكانوميك فورم والضغوطات الخارجية التي يعني إيش لا يريدها الشعب غير كده مثلا تأثير الحرب عليه تأثير الحرب التضخم أثر على التضخم غير كده المساندات الحكومية الكثيرة لأوكرانيا والشعب يعاني فدائما حتى لو تشوفوا مثلا يعني خطابه الأخير وهو بيتقاعد تحس أنه الهدف الرئيسي هو ما زال يعني إطاحه ببوتين وليس داخل الشعب ما يحدث لكثير من الدولة الجي سيفن والجي تونتي أنه تبدأ يعني خاصة الجي سيفن أنه تبدأ تركز هدفها الرئيسي هو بوتين هدفها الرئيسي هو يعني الخارج وليس داخل ويوجد مشاكل كثيرة داخل الدولة طبعا من الناس اللي كمان ما استطاع أنه يعني يرحموها المنظمات الخارجية هي ألن موسك هاجموا بشطة طرق هاجموا بمثلا أخرجوا شركة تسلا من الإي أس جي إنفستنج إي أس جي إنفستنج أعملوا جوجل عليها هي الشركات التي تساند من الأشياء التي تساند البيئة تخيلوا شركة تسلا يخرجوها من الإي أس جي إنفستنج غير كده طبعا هذا الرجل يعني حارب جهات كثيرة والآن يتراجع عن هذه الحرب ولكن طبعا مسلسل تويتر والآن يتراجع عن شراءه لشركة تويتر هل يستطيع أن يتراجع؟ هل القضايا هذه ستنهي هذا الرجل؟ هل ما فعلوه من ضغوطات على هذا الرجل؟ يعني الإطاحة بسعر سهمه والإطاحة بأشياء كثيرة الفضائح الكثيرة بدأت تطلع لألن موسك هل سيستمر ولا لا؟ خلينا نشوف ولكن مسلسل تويتر ما زال مستمر كنت معتقد ومتأكد أنه قصة تويتر هذه نقدر نعمل منها مسلسل مطول 20 حلقة من المحتوى خلينا نشوف ماذا يحدث نتكلم كده عن الأسواق الصينية التي في مرحلة مميزة شهر جون كان شهر ممتاز بالنسبة للأسواق الأمريكية الأسواق الصينية طبعا دخول كثير من المنظمات الأمريكية والأوروبية للأسواق الصينية طبعا 4 مليار دولار يدخل للأسواق الصينية من أوروبا ومن أمريكا تقريبا 1.8 مليار دولار يدخل من الشرق الأوسط وأفريقيا اللي ما شاف حلقاتنا عملنا حلقة بالتحديد تقريبا فيه يعني منتصف من ننصح المستثمرين بالاستثمار في الصين كانت مجدية أنا ما زلت يوجد اليوم عندي تقريبا أكثر من 50% تقريبا أو 40% من محفظات الاستثمارية في الصين أرى أن الصين في وضع مميز جدا جدا في الفترة القادمة عندها سيولة عالية عندها دعم حكومي وأسعار الشركات مميزة في هذه الفترة الحالية كثير من الأوربيين اليوم المستثمرين والمنظمات الأوروبية لا تستثمر في أمريكا ولا تستثمر في أوروبا ما يحدث في أوروبا وأمريكا من تضخم عالي لا يوجد ذلك في الصين تستثمر اليوم في الصين وهذا تقرير من بلاك روت لو تشوفوا مثلا في شهر جون في شهر جون الأسواق الصينية الأفضل في العالم في شهر جون وطبعا هي وهونغ كونغ وطبعا روسيا كانت يعني هم لنقول روسيا روسيا تخيلوا هي أفضل ثلاث أسواق في شهر جون بالنسبة للاستثمار فيعني حتى هذه الحروب ما هي قاعدة تفيد في الفترة القصيرة إن شاء الله توقف هذه الحروب وينتعش الاقتصادات حول العالم نختمها كده بخبر من بيتكوين اللي كان أسبوع مميز بالنسبة للبيتكوين ارتفع وكسر حاجز العشرين ألف اليوم يقفل على اتنين وعشرين ألف في تفاؤل عالي بالنسبة للأخوان في العملات الرقمية يعني يقدروا تقولوا هذا أفضل أسبوع بالنسبة للبيتكوين من شهر مارش ولكن أقول للمستثمرين في البيتكوين خليكم يعني حذرين بعض الشيء لأنه ما ينطبق على أسواق الأسهم الأسبوع القادم سينطبق على أسواق العملات الرقمية عندنا الأسبوع القادم تقرير التضخم لشهر جون عندنا القوائم المالية فأربطوا الأحزمة الأسبوع القادم حيكون يعني خلينا نقول إن شاء الله يكون إيجابي ولكن من وجهة نظري حيكون مليء بالمطبات فيعني الحكمة والصبر من وجهة نظري أهم صفات الاستثمار في الشهر المقبل إن شاء الله استفدتم من حلقة اليوم شكرا وإلى اللقاء